اكد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم على ان التحديات والصعاب المشتركة التي يواجهها المسلمون والمسيحيون تستدعي منا جميعا تضافر الجهود والتعاون الكامل لتجاوزها وتوافق على منظومة سلوك تجمع ولا تفرق وقال جلالته في كلمة خلال استقباله المشاركين في مؤتمر التحديات التي تواجه المسيحيين العرب المنعقد في عمان قال ان منطقتنا تواجه حالة من العنف والصراع الطائفي والمذهبي والعقائدي الذي طالما حذرنا من تبعاته السلبية التي تفرز مظاهر من السلوك الغريبة على تقاليدنا وارثنا الانساني والحضاري القائم على مبادئ الاعتدال والتسامح والتعايش وقبول الآخر وأكد جلالة الملك على أن المسيحيين العرب هم الأقرب إلى فهم الإسلام وقيمه الحقيقية وهم مدعوون إلى الدفاع عنه في هذه المرحلة التي يتعرض فيها إلى الكثير من الظلم بسبب جهل البعض بجوهر الإسلام الذي يدعو إلى التسامح والاعتدال والبعد عن التطرف والانعزال مشددا جلالته على دعمه لكل جهد يستهدف الحفاظ على الهوية المسيحية العربية التاريخية وصون حق حرية العبادة انطلاقا من قاعدة إيمانية إسلامية ومسيحية تقوم على حب الله وحب الجار والتي أكدت عليها مبادرة كلمة سواء هذا وقد غدر جلالة الملك مساء اليوم أرض الوطن في زيارة خاصة بين الأديان والهاجس الأكبر هو أن تترسخ النظرة السلبية والانعزال بين أتباع الديانات الذي يؤدي إلى تفتيت النسيج الاجتماعي وهذا يتطلب مننا جميعا التركيز على موضوع التربية والتنشية لحماية الأجيال القادمة وهذه مسؤولة الأسرة وباقي المؤسسات التربوية بالإضافة إلى المساجد والكنائس إننا ندعم كل جهن للحفاظ على الهوية المسيحية العربية التاريخية والصون حق حرية العبادة انطلاقا من قاعدة إيمانية إسلامية ومسيحية تقوم على حب الله وحب الجار التي أكدت عليها مبادرة كلمة سواء وعلى ذلك فإنني أدعوكم إلى تعزيز مسيرة الحوار بين الأديان والتركيز على تعظيم الجوامع المشتركة بين أتباع الديانات والمذاهب وقد كنا صباقين في طرح العديد من المبادرات مثل رسالة عمان وكلمة سواء وأسبوع الوئام العالمي التي تصب في هذا الاتجاه ونحن نحتز بأن الأردن يشكل نموذجا في التعايش والتآخي بين المسلمين والمسيحيين اشتركوا في القناة